قرية الكفاح شمال التحرير جينا هنا عشان نقل لكم الفرحة والسعادة اللي في قلوب الناس اللي احنا شفناها وحسناها في عيونهم وفي قلوبهم وفي حياتهم جايين بنقول لكم جزاكم الله خيراً على اللي انتوا قدمتوه جايين بنقول لكم الناسنا انتوا جبرتم خطرهم ربنا يجبر خطركم زي ما جبرتم خاطر الناسنا ودخلتم عليهم الفرحة والسعادة والسرور ان شاء الله اللي عددت للي ومعايا هوات واهل الخير ساعدوني جزاكم الله خيراً كان الوضع الطعب عن صعب علينا كنا بنملوا والناس ما كانتش بتتحملنا ان احنا منجبوا ماي من عندهم انما دلوقت بنشكروكم ونشكروا الاستاذ عبدالعاط ونشكروا لكل اللي ما شف مشروع الخير وربنا يقدركم على الطيب دلوقت وبقينا احنا كده احسنا حسنا ان احنا على وش الدني الحمد لله علي جب ربنا ان شاء الله ما فيش اي تعب تاني بالنسبة للمرات تنجل من بار تجيب من بار من عند الناس سايبه وكده يا اهل الفرحة يا اهل الخير يا اهل السعادة يا اهل الكرم رسمتم الفرحة على وجوه الناس والله البسمة والفرحة على وجوه الناس ما تساوي كنوز الدنيا كلها انت قدمت وصله بتلات تلف جنيه ودخلت الفرحة والسعادة على قلوب الناس سعادة مستمرة كل يوم لك اجر بيها عند ربنا كل يوم لك سواب بيها عند ربنا سبحانه وتعالى خد بالك السواب ده مش هيضيء عليك لان ربنا سبحانه وتعالى كريم وانت بتتعامل مع الكريم والكريم ما بيضيعش اللي تصدق او قدم لاجل عباد الله سبحانه وتعالى فزي ما دخلت الفرحة على عباد الله ربنا دخل الفرحة عليك في الدنيا والاخرى هنيئا لكل من ساهم حتى ولو بالقليل في قضاء حوائج هؤلاء الناس بان الله سيرفع عنه البلاء قال صلى الله عليه وسلم صناعع المعروف تقي مصارع السوق سيدنا عبد الله بن عباس قال كلمات تكتب بماء الذهب قال صاحب المعروف لا يقع وخلي بالك شوف قال ايه وان وقع وجد متكآ ها هو العدد راكبه والحمد لله والمية اشتغلت وبقنا مية مية الحمد لله وبقى عندنا مية وانحنا فضل ونعمل الحمد لله النهاردة مية وصلت في بيوت الناس 24 ساعة موجودة حسوا بالراحة حسوا بالسعادة حسوا بالطمأنينة من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته فهنيئا لأهل الخير ونسأل الله ان يتقبل منهم وسألناهم هل في اي مصاريف دفعتوها في العددات اللي تم تركبها محتاجين مسندتكم ومساعدتكم عشان نوصل للناس اللي فضله وده مش هيكون الا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل كل جنيه وكل صدقة بتطلع من جيب انسان يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى شكرا نبد الحياة